عايز اقول بس ان كورونا ده فيروس له سلالات فسلالات المستحدثة اللي هو بيسموها كوفيد 19 وده تسمية من نظام الصحة العالمية الاخير من الاربعة ايام ده يعني بينتقل اساسا بين الحيوانات خصوصا الخفافيش وزواحف وهذه الامور والمبدأ بتاعها والمنشأ بتاعها اللي هي مقاطعة يوهن الصينية المشكلة الفيروس ايه ان نسبة انتشاره بين الصينيين كانت عالية جدا جدا احنا وصلنا لأكتر من سبعين ألف سبعين ألف ولوفيات حوالي ألف سبعمائة وسبعين تقريبا والفكرة انتشاره في عدة دول 25 دولة تقريبا عم سواء العالم ولكن هي حالات فرادة وعايز اقول لحضرتك ان جميع الحالات المكتشفة خارج الصين هي نتيجة او لناس عائدين من ايه من الصين او اختلطوا بصينيين فإذا التقصي الوبائي هو هنا لب الموضوع امتى دكتور بنقول على فيروس ما او مرض ما انه هو تحول الى وباء شو حده كلمة وباء هو انتشار لفيروس محدد بين مجموعة كبيرة من الناس في وقت قصير جدا جدا هذا الوباء قد يكون محدد داخل دولة وقد ينتشر الى عدة دولة انتعرف حضرتك دلوقتي العالم كله اعتبر قرية صغيرة انتيجة التواصل والحاجات دولة هنا كانت مسألة التنبيه العالمي والمتابعة على مدار الساعة يعني هو في الصين طبعا وباء وباء طبعا لكن احنا عندنا لا مش وباء خالص بس لازم يكون انت عندك الاحتياطات وفعلا مصر عام الاحتياطات الاحترازية حتى ان انت بالنسبة لمراقبة وملاحظة الناس القادمين من الصين حتى الناس اللي هم مش قادمين الصين اللي هم يكونوا عدوا يعني بشوف البصبور تحهم على الصين في فترة الحضان اللي هي 14 يوم طيب خليني اسأل كمان عن هل في فئات عمرية معينة ولا ضعف المناعة هو الاكثر عرضة للاصابة بالفيروسات ده سؤال هم جدا جدا عموما الفيروسات بتنتشر وبتؤثر اكثر على بعض الفئات اللي هم الاكستريم سوف ايج الاكستريم سوف ايج اللي هو ايما كبار السن قوي او الاطفال طب الناس اللي عندهم جهاز وحضر تفضلت جهاز المناعة يعني ضعيف شوية ايما عندهم امراض مناعية زي الزئبة الحمرة وخلافهم يما بياخدوا علاجات تؤثر على جهاز المناعة زي ايه زي مثلا ادوية الكورتزونات زي بعض الادوية انا عايز اقول لحضررك ادوية كثيرة جدا ادوية علاج الكنصر عموما ممكن اسرر على جهاز المناعة الفئات دي طبعا بقول لهم خلي بالكم اكتر في ساعة حدوث اي مرض انت شارع مساء العالم احنا بناخد حدوثنا اشتركوا في القناة